مشاهدينا مشاهدي طقس العرب في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعرض الحرم المكي يوم أمس لحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي أدت إلى حدوث زقوط زخات قوية من المطر زخات رعدية من المطر كانت مصحوبة بالبرق والرعد وأيضا ترافقت مع رياح سطحية قوية وأيضا رياح هابطة قوية هذه الرياح الهابطة القوية أثرت على الرافعة التي كانت متواجدة في هذه المنطقة الرافعة كان ارتفاعها بحدود تقريبا 200 متر وأيضا كانت تزن بحدود مئات الأطنان الرياح القوية أدت إلى عدم توازن هذه الرافعة وبالتالي إلى سقوطها في صحن الحرم أما صور الأقمار الصناعية الملتقطة في طقس العرب لهذا اليوم فبنلاحظ وجود كتلة كبيرة من الغيوم الركامية التي ينتج عنها أواصف رعدية وزخات قوية من المطر وأيضا طيارات هوائية هابطة هذه أيضا من الحالات الجوية المعتادة في منطقة مكة المكرمة أما التفسير العلمي للحالة الجوية التي حدثت يوم أمس والتي أثرت على الحرم المكي فهي تأثر المنطقة بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي زي ما تكلمنا هذه الحالة ينتج عنها غيوم ركامية هذه الغيوم الركامية بيكون مستوى القاعدة منخفض ومستوى القمة مرتفع مستوى القاعدة بحدود ألفين قدم لكن مستوى القمة بحدود خمسين ألف قدم يصاحبها طيارات هوائية صاعدة وطيارات هوائية هابطة للأسف الشديد كانت الرافعة متواجدة في منطقة الرياح رياح الطيارات الهوائية الهابطة القوية مما أدى إلى عدم توازنها وسقوطها في الحرم المكي حالة عدم الاستقرار الجوي هذه من الحالات الجوية المعتادة أو التي يتكرر حدوثها في منطقة مكة المكرمة وأيضا نتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي في منطقة مكة المكرمة من الآن وخلال فترة الحج وبالتالي سوف تتعرض خلال الفترة القادمة بين الحين والآخر لحالة عدم استقرار الجوي وحدوث زخات قوية من المطر مصحوبة بالعواصف الرعدية سنبقى على تواصل أول بأول لمعرفة كافة التفاصيل رحم الله جميع الضحايا أعزائي المشاهدين من طقس العرب نحييكم وإلى اللقاء